وزيرة الهجرة استفيرة نبيلة مكرم وجهة الشكر لقداسة البابة توادروس بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية على الدعم الكبير اللي ساهم فيه قداسة لمساعدة المصريين العالقين في كينيا بعدما طالبت منه الوزارة التدخل ووجه الكنيسة المصرية في كينيا برعاية المصريين العالقين ومساعدتهم ووجه قدسته الكنيسة المصرية في كينيا بمساعدة العالقين وتم التواصل مع الأنبا بوليس أسقف عام الكرازة بإفريقيا مع المصريين الوفروا لهم مساعدات مالية وأرقام أشخاص للتواصل معاهم لتنفيذ طلباتهم وتوفير احتياجاتهم لحد ما يبقى فيه فرصة لإعادتهم